بنتعامل بشكل يومي مع خدمات بتقدمهن شركات الاتصالات زي الكولز بكل أنواحها Voice, Video, Conference وبرضه Broadband Data Services اللي باستخدام الـ 3G أو الـ 4G والـ VAS اللي هي Value Added Services وزي خدمات الـ SMS تلمني شكراً ادفع لي شكراً عن نوتا وغيرهم كتير وهناك أيضاً خدمات الفاتورة والكرت تحويل الرصيد والشحن اللي بيكونوا على Charging والPilling System كل الخدمات اللي بتسهل عملاته الاتصال عن بعض بنسميها Telecom Services اللي بتكون باستخدام الموبايل في أغلب الأوقات الشركات اللي بتقدم لنا Telecom Services دي بنسميها Operators زي في مصر عندنا Vodafone, Orange, اتصالات, Wii طبعاً كل دولة في العالم عندهم الـ Operators بتحهم وهم بيحتاجوا للعديد من الوظائف اللي أهمهم Telecom Application Specialist و OSS Support Engineer أنا مهندس طارق مصطفى خبرة 14 سنة في مجالة Telecom والفيديو ده هو مقدمة تعرفية بسيطة عن الـ Telecom Job Profiles ومهمات كل شخص والمهارات المطلوبة لكل وظيفة وبعض المصادر المفيدة لنا كبداية في المجال طبعاً في كل من وظيفتين دول ووظائف النتورك والـ IT عامة في الـ Telecom Sector يفضل أن يكون خريج كلية هندسة اتصالات أو علوم حاسب يعني Communication أو Computer Engineering و Computer Science لأنه بيكون عنده المعرفة بالأساسيات المهمة للبداية في مجال الاتصالات لكن طبعاً فيه كورصات أونلاين كتير تقدر تاخد منها كل الأساسيات دي وتركز عليها لأنها كمان بتقدم لك المهارات المطلوبة كبداية للـ Profiles دي وهي بتعرفنا مكونات شبكات الموبايل وفهم الـ Integration Protocols بين مكوناتها وتطورات أجيال الموبايل بداية من الـ GSM 3G 4G وأخيراً الـ 5G وعشان نبدأ بتوضيح أول Job Profile لازم نبقى عارفين إن ممكن يبقى التايتل فيه اختلافات بسيطة في المسميات بين شركات الاتصالات المختلفة فأول Job Profile هنتكلم عليه النهاردة هو الـ Telecom Application Specialist وهو الشخص اللي بيحل المتطلبات العميل في إضافة خدمات Telecom جديدة زي مثلاً لو العميل طلب إضافة خدمة Alarm Systems via Voice Call بيبتدي يشوف إزاي يطور خدمة جديدة إزاي يدمجها مع النتورك الحالية بدون ما يأثر الدمج ده على أداء خدمات الشبكة الحالية بل بالعكس يحسن من أداءها بشكل مستمر فيبدأ بالـ Developing Software أو Telecom Application لدمج الخدمات الجديدة في النتورك وهنا بيحتاج يتعلم لغات البرمجة المستخدمة في الـ Legacy System زي الـ C أو C++ ولغات البرمجة المستخدمة في الـ Modern Services زي الجافا أو الـ Python أخيراً الـ Telecom Application Specialist هو المسؤول عن متابعة التغييرات والتطورات لخدمات الـ Telecom وأجيال الموبايل من خلال الـ Standards والـ Specifications اللي بتحطوها مؤسسات زي الـ ITU أو الـ 3GPP ولازم يبقى Up-to-Date ويتابع الـ Best Practices ويقوم بتطبيق التطورات دي في النتورك الحالية الخاصة بشركته تاني جوب بروفايل هنتكلم عليها هي الـ Operational Support Systems أو الـ OSS Support Engineer هو المسؤول أنه يعمل Monitor لقوي رائب النودز السيستمز السيربرز الموجودة في الشبكة باستمرار ويضمن أن خدمات الـ Telecom شغالة بكامل كفائتها وفي حالة حدوث أي عطل أو إيشه في الشبكة يقوم بتصلحها في أسرع وقت فلازم يبرفورم ترابل شوتينج على كل الـ Processes والـ Nodes ويريسولف أول إشوز ولما نيجي نتكلم عن المهارات والـ Skills المطلوبة هنلاقي أن معظم خدمات الـ Telecom بيحصل لها رانينج على سيرفرز شغالة بأنظمة تشغيل Linux زي أشهرهم Red Hat Centus Oracle Solaris عشان كده مهندس الـ OSS Support محتاج يتعلم الـ Administration للعديد من أنظمة Linux وممكن ياخد سيرتفكة الخاصة بأنظمة تشغيل Linux والتعامل معها المقدمة من Red Hat زي Red Hat Certified System Administrator أو Red Hat Certified Engineer الباش والشيل سكريبتينج هم أشهر سكريبتينج لانجوج محتاج يتعلمهم عشان يكتب تاسكس على أنظمة التشغيل دي عشان يعمل منترينج واتوميشن للأوامر بشكل تلقائي معظم التكنيكال بروفايلز بيحتاج يقوموا بعمليات أو كويرز على قواعد بينات العملة الموجودة على النتورك زي HLR Database أو IT Systems زي البيلنج والCRN Database عشان كده مهم نتعلم أنظمة قواعد البيانات واللي أشهرهم في مجال التليكم هما Oracle Database MySQL Database PostgreSQL Database وممكن تاخد سرتيفكة الخاصة بالتعامل مع Oracle Database واللي بتقدمها شركة Oracle من خلال Oracle Database SQL Certified Associate شغل مهندس السبورت أو OSS Support Engineer بيستمر لأنه بيقوم بعمل استراتيجيات تختبر أداء السيرفسيز على الشبكة بشكل مستمر علشان من خلال قرائته للبيانات دي يقدر يتوقع المشكلة قبل حدوثها ويتجنبها يعني بيعمل تختبر تستراتيجيز Procedures to provide support needed لأي فولت أو إيشو أخيراً أي تغيير بيقوم بيه المهندس لتحسين الخدمة أو لإضافة خدمة جديدة بيتم في أوقات اللو ترافيك أو الأوقات لما فيهاش ازدحام على الشبكة اللي هو غالباً بعد 2 صباحاً عشان ما يحصلش تأثير سيء على مستوى الخدمات المقدمة للمستخدم نقطة تانية ومهمة جداً أحياناً كتير ما بناخدش بالنا إن معظم شركات الاتصالات هي شركات ملتي ناشنال وبنتعامل فيها مع جنسيات مختلفة من دوا مختلفة فأياً كان الجوب بروفايل اللي انت هتكمل فيه انت محتاج لتنمية المهارات الصوفت سكيلز اللي عندك زي الكومينيكيشن سكيلز بريزنتيشن سكيلز بروبلين سولفين والتو جوب بروفايلز دول وغيرهم انت ممكن تشتغل بيهم مش بس في شركات الأوبريتورز ولكن أيضاً في شركات الفيندورز الفيندورز هما للأوبريتورز بتشتري منهم تيليكام سيروسيس دي وهي الشركات اللي بتصنع تيليكام سيستم زي إيركسون هواوي نوكيا سيمينز ZTE الكاتيل لوسنت فممكن نلخص دور الأوبريتورز في توفير خدمات الاتصالات للأشخاص ودور الفيندورز هي تصنيع وتركيب وصيانة الخدمات والاتصالات للأوبريتورز وعشان نبقى على دراية بمجال الاتصالات وتطوراته فممكن نتابع البيجز الرسمية للITU 3GPP Live والJSMA ونعمل فولو على تويتر لصفحتهم الرسمية برضو في شركات زي إيركسون وهواوي بيقدموا مجموعة كورسات في المجال بتاعنا وتقدر تاخد كورسات معتمدة منهم أخيراً دي بعض الكتب والمراجع المفيدة ليك عشان تبدأ Essential Guide to Telecommunication Telecom for Dummies Newton's Telecom Dictionary كل الروابط للمصادر دي ومصادر الكورسات اللي بنرشحها في الTechnical Skills اللي اتكلمنا عنهم هتكون موجودة في ملف مرفق مع الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر